بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد فمن اهم الحقوق الزوجية المشتركة بين الزوجين هناك حقوق على الزوج وهناك حقوق على الزوجة وهناك حقوق مشتركة اهم هذه الحقوق المشتركة هي العشرة بالمعروف وهي التي امر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وقال وعاشروهن بالمعروف العشرة ما معنى العشرة بالمعروف معنى العشرة بالمعروف هذه كلمة جامعة لما يبذله الإنسان من إحسان في جميع الوقت وفي كل يوم وفي جميع المواقف ومهما كانت حالته وظروفه يبذل الإحسان في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة في الأمور السهلة عليه وفي الأمور التي يحتاج فيها إلى مجاهدة لنفسه العشرة بالمعروف هذه عبادة يعبد الزوجان بها الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان من المفترض أن يعامل الله في الناس كل الناس وأن يعامل الله في أقرب الناس إليه كيف نحقق حسن العشرة؟ الاحترام والتقدير من حسن العشرة يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كان صلى الله عليه وسلم ينادي على السيدة عائشة ويقول يا عائش يناديها بحب الأسماء إليها وهي كانت تناديه وتقول يا رسول الله احترام وتبجيل وتوقير ومتابعة لهذه العلاقة يقول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة يتابع صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة التي بينه وبين زوجته السيدة عائشة فسألت كيف لك أن تعلم يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم فضحكت رضي الله عنها وأرضها وقالت لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله وانظر إلى إجابة هذه المرأة الذكية التي لم تفتعل إشكال ولم تنبه أنها بالفعل غضبة وأنها لا ترضى عن هذه العلاقة وإنما ردت ردا مناسبا وملائما ومرضيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاحترام والتقدير الأمر الثاني الكلمات التأكيدية التي تؤكد على قوة هذه الصلة بين الزوجين الكلمات التأكيدية التي كان فعلها صلى الله عليه وسلم حينما كان يتحدث عن السيدة خديجة وقل إني رزقت حبها ويصرح صلى الله عليه وسلم ويسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يستنكف صلى الله عليه وسلم أن يذكر ذلك علنا ويؤكد ويقول لها رضي الله عنها وأرضاها حين أتاه الموت وقبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى إني ليهون علي الموت أني رأيتك زوجتي في الجنة صلى الله عليه وسلم النبي العظيم حين موته يعطي امرأته أمانا عاطفيا يرضيها عاطفيا يقول لها أنه لن يفارقها حين موته صلى الله عليه وسلم إني ليهون علي الموت أني رأيتك زوجتي في الجنة والمرأة أيضا تؤكد على قوة علاقتها بهذا الزوج السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل على نبي الوحي وأتى إليها يرتعد صلى الله عليه وسلم ويقول زملوني زملوني لم تقل كلمة سيئة لم تعبر تعبيرا سيئا إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وإنما طمأنته وكانت له سكنا وكانت عليه سترا وقالت نك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرد ضيف والله لا يخزيك الله أبدا صبرته وأعانته واحتوته صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير في حسن العشرة ترك فحش الأقوال والأفعال ما معنى ترك فحش الأقوال والأفعال قد نبني علاقة مع الزوج سواء زوجة أو زوجة ونهدم هذه العلاقة بكلمة سيئة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة ولا خادما قد صلى الله عليه وسلم الكلمات السيئة المؤذية التصرفات البذيئة الضرب والشتم كل هذا لا يليق كل هذا لا يليق بمقام هذا الزواج العظيم وليس من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في دين الله سبحانه وتعالى لأنه قصد به الإهانة وإنما الذي ينبغي على الناس أن يفعلوا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وكما كان يوصي يقول صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه الإنسان إذا قدم عليه معروف يراعي هذا المعروف بالكلمة الطيبة وبالفعل الطيب لا وجودة لأسرة سعيدة إلا بعشرة حسنة كما أمل الله سبحانه وتعالى وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين